يجب أن يكون هناك حل للماضل النفطية لأن حتى بصرة عدها مشكلة المناطق النفطية عدها مشكلة مع الحكومة الاتحادية إذن نحتاج إلى قانون واضح قانون شيئا قانون للنفط نظيم هيكلية الوزارة وقانون لإرادات النفط إرادات النفط تحل مشكلة المحافظات أيضا لأن بالنتيجة نحن عدنا النفط ملك الشعب العراقي حسب الدستور فكيفية تفسير هذا البند أو تحويله من بند دستوري إلى عملي إذن نحتاج إلى قانون إرادات النفط نحن نتمنى ونشتغل عليه أنه سنة جاية سنة جاية يكون عدنا مشروع لقانون النفط وقام مشروع لإرادات النفط حتى نحل المشكلة النهائية سيقدر مجلس الوزراء الحالي أن يقر هذا القانون أعتقد هذا المجلس الوزراء مهيئ لحل المشاكل صحيح حل المشاكل الخلافات هذا المجلس الوزراء هو يقدر يحل المشاكل مع الأقليم ترجمة نانسي قنقر